بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي برقيتين تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وذلك بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم المتميز لموسم حج هذا العام 1445 وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن خالص تهانيه للقيادة والشعب السعودي الشقيق بالنجاح المبهر الذي تحقق لموسم الحج هذا العام بفضل الله تعالى ثم بفضل الجهود والرعاية الكريمة التي يليها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتيسير تأدية المناسك بكل سهولة وأمان واطمئنان وأشهد الرئيس العليم بأعمال التوسعة غير المسبوقة التي يشهدها الحرم المكي الشريف والتفظيف الجيد للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في تأمين المشاعر المقدسة وتلبية احتياجات الحجاج